السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله ده نشترك معكم اه ثلاث وصفات يعني الوصفة الاولى اه طويجين مع السلطة والوصفة الثانية السائل باش كنغسل اه الملابس والسائل باش كنغسل اه باش كنغسل الاواني نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو اول حاجة غدا نحضر هنا اه سائل باش كنغسل الملابس يعني بمواد طبيعية وتقدر توفر يعني في كل اه يعني في كل منزل وممكن تكونوا عارفين هاد الوصفة انا فكرت باش نتشارك معكم هاد الوصفة لان انا فايت شاركت معكم باللورة الصودة اليوم غدا نحضرها بدون باللورة الصودة ان البزاف ديالاخوات ما غاستطعوش اه يلقاوا هاد باللورة الصودة اه اول حاجة هنا باش كنحضروا هاد السائل هدا كيخصنا سابون يكون فيه على الاقل سبعين في المياه ديل زيت سالزيتون لانه كيكون هاد السابون طبيعي اه ما كي يعني ممكن هاد السابون هدا نصبنو بي حتى الحويج ديل الرادية يعني حتى الاناية مهم انا كنت كنصبن بي الحويج ديل وليدتي مني كانوا صغيرين غدا كيف ما شفتوا معي غدا نحك تقريبا مية جرام يعني كنعبرو ولا تقريبا نصف ديل هاد السابونة هادي مانا كنبقا ننعبرو باش هكدا كنكون مرتاحة هو البلورات الصودة الدور ديالها وانها كتتخرج لنا الحويج مزيان يعني ما كنحتاجوش ديتاشون وكذلك كيولي ذاك السائل كيولي يعني اه تقيل شوية كيعطينا كمية كبيرة طب اليوم اغدا نحضر غي اه اطر ونصف اه اه ومني كنزيد في اللورات الصودة كان نحضر ثلاثة اطر بهadı المكونات هادي يعني هادي المكونات كاناللي زيدي فيها باللورات الصودة وثلاثة اطر ديال المى اليوم المكونات هي مية جرام ديال سابون واترو ونصف ديال Lebenshade وثلاثة ديال المعالق ديال اه البكاربونات السودة بكاربونات السودة كل شي تتوفر عليها يعني كتباع في المحلات الكبرى وكذلك في الفارماسي لما نقيتها قدروا تشريها في الفارماسي هي بيكربوناد سوديومرا كينة وحدة ما كينينش يعني يعني بزاف ديال الانواع غيهية كينينش وحدين اللي كيكون يعني النوعية كتكون الجودة ديالها ما كتكونش مزيانة كيكتبو عليها بأنها خاصة بالتنظيف وديال الطبخ كتكون يعني رقيقة يعني كتكون مطحونة رقيقة دك شي باش هذا هو الفرق انا كناخذ وحدة ديال الطبخ وكل شي وكنستعملها وصافي ما كان بقاش نشريها ديال صافي كيف ما شفته معي من بعد ما سخنت يعني هدك سائل مع الصابون حتى دابلي الصابون يعني كتخليه عيتي يدوب صافي ضفت لها ثلاثة ديال معالقة ديال بيكاربونات دو سوديوم حتى كيدوب مزيان كنت قا نحرك حتى نتأكد بانا البيكاربونات دو سوديوم يعني دابو صافي وغدا نخلي هاد هاد سائل هاد يبرد إلا كنتو غدا ضيفو را نخليليكم ان شاء الله الرابط ديال وصفة اللي كنت نزلت المرة لي فاتت دابا غدا ندوزو باش نحضروا السائل باش كنغسل المواعن كيخرج المواعن زوينين ما كيبقى فيهم لطبخ لاخر قوم لتشي حاجة راكم عارفين يعني الصابو البلدي حاولوا ما امكان انكم تشيروا صابو البلدي كن طبيعي كن زيان تأكدوا من يعني المسطر ديالو انا تقريبا نستعمل هنا كاس ديال الصابو البلدي وغدا نضيف عليه كأسين من الماء الساخن باش كيدو بلي صابو البلدي إلا ما بغاش يدوب ليكو كان محجر ووجامد عاودوا رجعوا يعني طنجرة في البوطة على على النار باش باش يدوب كتبقى وتحركو حتى كيدو بالصابون مزيان صافي نضغيك يدوب لانه وسائل هادا اللي عندي وغدا نضيف لي معلقة ديال بيكاربونات دو سوديوم وكن حركم زيان باش كنت اكدوا بانه كل شي انا كنحطر هاد الكيميه كبيره هاكده باش كنت هنه يعني مدة طويلة اه كتخرج يعني الانوكس نحاس كل شي مازال عندي وصفات اخرى طبيعية يعني كنحطرها في البيت انا بسبب الحساسية اه كانت عندي حساسي ديال بولين كنقول كانت لان انا ما بقيت كناخد الدواء يعني قمت بتغيرات كثيرة في حياتي والحمد لله دابا ما بقيت كناخد الدواء ديال الحساسية كيف ما شفته معايا اه انا دابا كنحرك هاد الشي مزيان انا لوت جافل الى خدمت به ديك الريحة كنبقى نعطس يعني ديك الريحة كنبقى نعطس وكن ما كنتحملش هادك الريحة اه او دابا غدا نحضره الطاجين طاجين بالبطاطا القسبية اللي كيجي الديد بزاف ومختلف غديجيكم غريب وعجيب ولكن را كيجي الديد غي جربو ان شاء الله يعجبكم اه غي للتغيير اه هنا غا اخديت كاس ديال البرتقال يعني تقريبا هنا اه عصرت برتقالتين وكن نضيف لي مغيش شوية ديال المغ طافي وغنضيف الملح الملح كيبقى على حسب الضوء ديالكم يعني كيبقى على حسب الكمية اللي غادي تستعملوا انا غدا نقترح عليكم غي الفكرة وانتو ما يارى لكم لكم حرية الخطيئة شوية ديال البصر الابيض حتى هوي لا توفرت عليه وهنا شوية ديال القصبر ممكن انكم ما تستعملوش يعني القصبر اه هاد وشوية ديال التومة حتى التومة يعني ممكن ما تستعملوه هاش فهذا طويجين ولكن بهاد بهاد المكونات اللي عطيتكم هاكده رهجة لديد بزاف هنا الكوركم اللي كيكون مني كنلقاه طريق في المغازابيو كنشريه الى ما كانش عندكم طريق ماشي مشكل كنعوضوه بيعني الكوركم المجفف انا هادا غي مني كنلقاه حيتماشي دائما كنلقاه سافي كننشر ملدبا الخضراء ديالي كلها بهد الشرمولة هادي انا اليوم ما غديش نطيبو بالحم هادا كيجي معاه اه اه دجاج البلدي هاد طويجين هادا غشي مرات كنحضره بالدجاج البلدي ولكن انا اللحم كنحاول مشي دائما طيبو سافي كنحركو مزيان كان نسيت ما وري ما عرفتش علاش نسيت ما صورتش ليكم الخضر كلها لغدا نستعمل الخضر اللي غا نستعمل هي اه خيزو اه البصل الصغير وغدا نستعمل ابطاطة القصبية وغدا نستعمل كذلك شوية ديال الزبيب من الفوق اه هنا هاد خيزو دوائر التحت دائما كنحطو هاكدا مني كنكون نستعمل خيزو اه باش كنضمن ان الطاجين ديالي طيب المهل غيب شوية عليه وما كيلسق ما كيلسقش كيبقى كيبقاها كيجي مزيال صافي كنستفوه كيف ما بغيتو يعني على الطريقة اللي بغيتو انا غدا نستفو كيف ما كتشوفو معي هاكدا غيكا نحطها كعالله صافي كيجي في كيجي على طيبة الحلاوه هاد طاجين وفي الاخير غدا نضيف ليها عود ديال القرفة وثلاثة ديال النجمات ديال البديان كما انكم ممكن انكم نضيفوهم غبراي لبغيتو غيب باش كنتفادو يعني المادا كيجي مجهد باش ما كيجيش مجهد كيجي عي خفيف صافي كيش مجهدو معي انا ضفت لي شوية ديال الزبيب الاسود وغدا نضيفي طيب على المهل حتى يوجد على خاطره يعني ما كيياخدش بزاف ديال الوقت وخاكن نقصو علي البوطة بزاف كيياخد تقريبا 40 دقيقة كيوجد تمنى ان شاء الله تجربوه ترضى علي الخبار دا باصة في السائل ديال غسل الملابس هانتوما كيفما كتشوفورها يعني سائل بزاف الاخكم مني كنديرولي مني كنستعملو باللورات الصودة كيكون يعني عاقد شوية على هادا يعني اخلي لكم الرابط الاسفل هاد الفيديو ولكن رحت هادا كيصبن الحوايج وكيخرجهم زيان وكي تقام علينا رخيص انا شفت اه تسائل ديال تصبين اه شفتو في المغرب كيتباع غالي غالي وحتى اه انه غير صحي كيستعملو فيه بمواد غير صحية وراحتك يخسر حتى لاماشين سواء اللي كتباع في السبع الماشاء لكتخسر لاماشين انا هنا غدا باش كنا ريح شوية باش كيولي فيو من ريحة زوينا غنضيف اه اه زيت الاساس ديال الخزامة الى توفرتو عليه لما توفرتوش عليه ماشي مشكيل هي باش كتزيدنا واحد الريحة زوينا اه وخارة اضغيك اضطير الريحة ديالو يعني دكشي باش ما كنحطاش وحال الكمية كبيرة بالزات ما كنفوتش يعني لا حطرت ما نفوتش ثلاثة ايطرو اليوم انا حطرت غي ايطرو ونص باش كيكون يعني ايفيكاس يعني كيصبر لنا الحوايج مزيان والصابورة معروف من جحالة دي بانه يعني كيخرج الحوايج ممكن هاد الفكرة راكم عارفينها غيت شاركتها معاكم موصافي هنا اه اولى نكون فكرتكم فيها هاد الشي راحنا عارفينه بعث المرات ولكن كان نساوه بعث المرات هنا عدنا الصابول البلدي غدا باش تولي في ريحة زوينا غنضيت لي زيت الاساس ديال البرتوقال كتعجبني بزاف الريحة ديالو تقريبا انا ضفت ثلاثين نقطة هاد هاد هذا وفا ديال الصابون كذلك ضفت ثلاثين نقطة هو هاد زيت ديال برتوقال مشي مجهد ما يعني مشي الريحة ديالو مشي خاطيرة ريحة ديال الخزامة اه يعني زيت الاساس ديال الخزامة ولي مجهد بززاف ولكن مشي مشكلة يعني استائل راه في اطرونس اطرون نصف ثلاثين نقطة اه انا بالنسبة ليه مجهد نيش كتير بزاف نحركو مزيان ومن بعد غدا نضيف هاد شي كله غدا نكب هاد شي كله في هاد القرعة هادي وكان بقى نعمر القرعة الصغيرة اللي كتشوفو اللي كنغسل بيها الاواني وملي كتخوه كنعود نزيد راكم عارفين يعني صابوا البلدي كخرج اينوكس مزيان خرج النحاس يعني الخرقوم يعني ليطاش كل شي يعني المعن كخرجو مزوينين غير هو الطين كنغسلوه غيب هاداك السائل اللي تشاركت معاكم المرة اللي فاتت هنخلي ليكم ان شاء الله اه اه الرابط اسفل هاد الفيديو لان الطين كيشرب مسام ديالو محلوله وكيشرب اي ريحة لذلك نفضل نستعمل غير الخل بالنسبة للطين هنا السلطة اللي معروفة جدا السلطة المغربية اه انا كن نخدم وكن نحضرها بها الطريقة هادي اه كعجبني نستعمل فالفل ثلاثة اللي مشوين على البوطة وشوية ديال مطيشة وشوية ديال فلفلة اه عفوا البصل البصلة الخضارية كتجي لديدة بزاف فيها وكن نضيف شوية ديال القصبور شوية ديال كن نضيف لها شوية ديال زيتون شوية ديال الحامض وشوية ديال الملحة ولا بغيتو شوية ديال بزار ولا شوية ديال الحار اه ممكن انكم تضيفوا لها كذلك غشوية ديال العسل قطيرة دي العسر إلي بغيتو باش كيكون واحد توازن في الماضاق كي تجي لديدة بزاف هذا لبغيتو تخليوه هكا يعني مغريبية مية في المية أما إلا بغيتو تضيف لها إضافات ممكن تضيف لها شوية ديال يعني من زريعة الكتان أو زريعة ديال نورة الشمس أو زريعة ديال القرعاء باش كتكون صحية أكتر وصف دبها هي الغديوة ديالي وجدات بالنسبة للسلاطات الأخرى يعني زعلوك وهدي ديال الحمص هنخلي لكم إن شاء الله الروابط ديالها أسفل الفيديو أنا كانوا عندي ما حضرتهم شهد النهار كانوا عندي موجودين يعني من اللي كان حضرهم كان حضر يعني قيمتها كيومين ولا تلتيام كيبقوا عندي تلتيام في تلاجة باش كتسهل علي الأمر هاد النهار كان الخبز تهوي كانت حضرته الصباح بكري ما صراحة عقدت نجبد الكاميرا على الصباح ويمكن تعجنته في الليل والصباح يعني طيبته طيبته مع ستا ديال الصباح يعني ما ما قدرتش نجبد الكاميرا ونفيلمي حتى المرة أخرى إن شاء الله ونشارك معكم الخبز يعني الفيديو ديال الخبز خاص وبالنسبة لأخوات اللي طلبوا مني نعود ليم فيديو ديال الخميرة البلدية أنا كان وجد فيه وكذلك الخبز المطلوع اللي طلبتوا مني وصفات للأطفال وخانا ما عرفتش أنا حتى أولادي عمرهم الدوم عامل ماك للمدرسة ما عرفتش أنا أنا كان سكنوا قرابين مو أولادي صراحة كبار معرفتش ما عرفتش أنا بغيتو بالضبط بنسبة لأخوات اللي طلبوا مني وصفات للمدرسة للمدرسة ما عرفتش تتت تقولوا لي يعني بالضبط أشنو وخصني نحضر بالضبط أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم إلا عندكم أي اقتراحات أو أسئلة مرحبا بالأسئلة ديالكم بالاقتراح ديالكم وشكرا على التشجيع ديالكم ليجزيكم ألف خير وإلى وصفة جديدة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم